مساء الفل والهنا والسعادة والتفاق والحب مساء كل حاجة حلوة عليكم رجعت لكم تاني في حلقة جديدة من برنامج عشها بسعادة الدكتور اللي معنا النهاردة كان مشرفنا قبل كده ومنورنا في برنامجنا عشها بسعادة والنهاردة برضو مشرفنا ومنورنا دكتور أحمد طاية استشاري مناظير الجهاز الغضمي وأمراض الكبير والسمنة والنحيفة والتجميل زميل الجامعية الأوروبية للتغذية وعلاج السمنة والنحيفة زميل الجامعية المصرية للتغذية وعلاج السمنة أهلا وسلام بحضرتك أهلا وسلام بحضرتك وجامعية السلام ومشاهدين وربضان كريم الله أكرم شرفتني يا دكتور في البرنامج شكرا لك النهاردة يا دكتور عايزينك تكلمنا في البداية كده ما هي الإجراءات الاحترازية اللي بيتتخذها مركز دكتور أحمد طوية في وقت الكورونا ببساطة الإجراءات الاحترازية أو مكافحة العدوى فأحنا بنطبقها طبقا لتعليمات وقرارات وزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية والحمد لله أحنا عندنا طلاع كويس قوي في مجال مكافحة العدوى بيبدأ من أول ما المريض بيشرفنا في العيادة للكشف الطبي أو حتى للاستشارة قبل العمليات فبالتالي لو خدناها خطوة بخطوة للمريض أول حاجة لازم أول ما بييجي يشرفنا أحنا ببساطة بنعمل أول إجراء من مكافحة العدوى اللي احنا بنقيس درجة حرارة الشخص لو درجة حرارة الشخص عالية ساعتها بنعمله زي عزل لوحده وبنعمل باقي الإجراءات عشان نتطمن عليه طب بالنسبة لو الشخص دخل ودرجة حرارته طبيعية ما فيش أي مشكلة يبقى فيه شوية خطوات قبل ما نبدأ الكشف الطبي عشان خاطر يقي نفسه ويقينا كمان كستاف طبي بيتعامل معاه عن طريق اللي احنا ببساطة ما بين كل مريض والتاني لازم اللي احنا بنعقم الأرضياب بالكحول أو الكلور والمكاتب أو الكراسي أو حتى أي حاجة المريض ممكن يلمسها ما بين كل مريض والتاني لازم تتم عملية التعايم فبالتالي الأوفيس بوي أو الشخص الخاص بالتعايم لازم يخش ما بين كل مريض والتاني يعقم كل حاجة عشان خاطر مكافحة العدوى تاني حاجة فيه حاجة بسيطة ممكن اللي احنا نتجنبها ممكن حتى نستعملها في البيت وديه كان نصيحة لكل شخص بيسمعنا دلوقتي اللي احنا المريب ببساطة اللي هو بييجي لازم يلبس الجوانت الخاص بيه بعد ما بيخلص بيقلعه وبيرميه في الباسكت وبيلبس الماسك الطبي الخاص بيه تمام عشان حتى لو هو بيكحة أو فيه رزاز أو فيه أي حاجة الماسك ده بيقي من الفيروسات بنسبة 90% وكمان الأوفر شوز وده اللي احنا بنلبسه في الأحزية أو على الحزاء بتاعنا يعني ببساطة تلات حاجات ممكن يكون مبلغهم بسيط جدا أي شخص ممكن يستعملهم طب هيفيب بإيه اللي احنا حتى لو بأي فيروسات أو كفيروس كورونا هيتنقل عن طريق الأرض اللي الشخص بيدوس من حتة حتة لا هو من أول ما هيخش المركز هيلبس الجلافز الطبي فبالتالي رجليها تبقى معقمة حتى لو الشخص بيكحة أو عنده أي مشاكل في السدر هيلبس الماسك فبالتالي حتى هيقي نفسه ويقينا كمان من العدوى والجلافز أو الجوانتي ده ما بين كل مريض والتاني لازم كل شخص بيبقى ليه الحاجة دي الخاصة بيه يعني ببساطة أي مريب يخش عندنا في مركزنا لازم التلات حاجات دول يتعملوا زي الدرجة حرارة الشخص وهي هي نفس الإجراءات اللي احنا ممكن نعملها سواء احنا خارجين في الشارع كأسرة أو أي شخص عايز يفكر إزاي حق نفسي هم التلات حاجات دول وهو عبارة عن ماسك طبي وجوانتي طبي وأوفرشوز أو الغطاء بتاع الأحزية طب حضرتك كثير ناس بتستعمل الجوانتي ده خلاطة يا دكتور في بعض الناس فعلا اللي هي بتلبس الجوانتي فترة طويلة لا احنا مفروض اللي أنا دلوقتي دخلت مكان الطبيعي لو أنا مش هسلم على حد أو مش همسك حاجة ما لبس الجوانتي خالص بس لو أنا داخل مكان هفتح أكرة أو أي أن كان أو هفتح بالمفتاح فساعتها الجوانتي ده أنا بستعمله لمدة دقيقة أو دقيقتين وبعد كده برميه طب أنا عندي في المراكز ببساطة اللي المريض بيخش دي الحاجة بتاعته الخاصة بي أول ما بيخلصها لازم بيرميها في الباسكت قبل ما يطلع من المركز عشان كل شخص بيبقى لي الأدوات بتاعته طب الغلطة اللي بتحصل إيه اللي احنا ممكن نستعمل ماسك يومين تلاتة ده غلط طبعا ده مفروض كل خروجة أو كل مرة أنا هتعرض فيها الأشخاص خارجيين أو هركب وسيلة مواصلات لا لازم أغير التلات حاجات دول معنا فيديو دكتور للتعقيم قبل العمليات تمام خضرتك هتعلق علي تمام معنا الهواء دكتور احنا زي ما احنا شايفين التعقيم قبل عمليات احنا في مراكزنا بنستعمل المناظر مضادة فيروسات أو حتى قبل فيروس كورونا احنا متابعين الأساليب الطبعية في مكافحة العدوى اللي معروفة دوليا في كل مراكز المناظر أو في كل عيدات الطبية فزي ما احنا شايفين اللي احنا بنبدأ بالطبيب المختص بيبقى لابس اللبس الطبي بتاع العمليات وبعد كده بنلبس البدلة الخاصة بالفيروسات ودي بدلة مضادة للفيروسات بسيطة جدا موجودة في كل مراكز الطبية عشان خاطر اللي احنا نقي نفسنا أو نقي أسرتنا من المرض عن طريق اللي ممكن يجيلي من المريض يعني انا المريض اللي بيجيلي ممكن هو نفسه يبقى مصدر عدوى فبالتالي انا لازم اقل نفسي عشان خاطر اللي انا مروحش المريض تاني بنفس اللبسة أو نفس الأدوات بتاعتي فبالتالي انا اقل له عدوى فبساطة ده بيحصل ما بين كل مريض والتاني وده بيحصل في غرف المناظير أو غرف العمليات الكبرى ضروري جدا عشان خاطر نقي نفسنا ونقي المريض كمان نفسه وده بالمناسبة ده اللبس الخاص بالأطباء وكمان بالتمريض يعني دلوقتي احنا بنتبع الاساليب ممكن بزيادة شوية بتاع مكافحة العدوى حتى مع التمريض حتى مع الاسطاف اللي شغال عشان خاطر نقي نفسنا أو نقي المريض من اي عدوى أو اي حاجة ممكن تحصل له يعني ببساطة زي ما احنا شايفين التعييم سهل جدا بس المشكلة الأكبر اللي احنا لازم نعقم بين كل مريض ومريض فنصيح لأي طبيب بيسمعنا لو انت في عندك 3-4 مرضة وراء بعض لازم اللبس اللي انت بتستعمله في التعييم كدوات زي ما احنا شايفين البدل بتتعييم أو حتى كالحاجات البسيطة الجوانتي والمسك لازم يتغير ما بين كل مريض ومريض عشان خاطر اولا الطبيب يقي نفسه والمريض كمان يقي نفسه يعني معنا صح في ناس كتير ممكن تكون حاملة للفيروس وهي ما تعرفش فبالتالي انا لازم اللي اخلي بالي من المريض ده وكمان هو يخلي باله مني طب انا لو انا مريض ممكن يكون حد درجة حرارته عالية ايه اللي بيحصل بالزبط اول حاجة اللي احنا وزارة الصحة منبها اللي لازم نعمل تحقيق صورة دم كاملة ونشوف قرات الدم البيضة لو فيها مشكلة او فيها اي حاجة بتتغير فبالتالي لازم الخطوة التانية اللي احنا نعمل اشعة السدر او اكس ري على السدر لو الحاجات دي مطابقة للحاجات معنا زاهية دكتور من فرنسا تفضل هي حاولت كتير تكلمك يا صدقتي بس النهار ده قوي سنية تتواصل مع حضرتك اهلا وسهلا هلو 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 عيوة زاهية موزور شغيرة بونسور صفا بونسور صفا زاهية صفا صفا معيك معلش كلمتك اذا مرة وتلفانك المشغول دكتور معيك دكتور معيك يا زاهية اه ماشي اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بيك دكتور احمد معيك اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بيك اهلا بيك عمليك زاهية صدقتي على فكرة اهلا وسهلا بحضرتك شرفتين ورمضان كريم عليك وعلى أسرة جميعا معلش شبتك اذا مرة في الفغنانيجا وصراحة عجبتني في كلامك الدكتور طيب مرسيليك شكرا وانا جوزي مصري انا جوزي مصري ما ننزم مصر انا جي نعمل كاشف عندك شرفينة 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 في اي وقت يا زاهية بتكلم عربي مكسر شوية قولي يا زاهية عايزة تسألي يا الدكتور ايه سؤالك للدكتور كنت عايزة اقول ايبا اتفضلي اه كنت عايزة نسألك سؤال لو سمعت الدكتور مثلا على المرض دي وقت الكورونا دي على زل صيام رمضان اتأكلت ايه لو سمعت تمام انا اكلوا ايه مثلا معهم الحاجات اللي بتأوي المناع عشان نقل نفسنا من الفيروسات طيب اه تمام ببساطة الاكلات اللي احنا ممكن تعوضنا عن المالتي فيتامين او الفيتامينات هي نعم ربنا سبحانه وتعالى الخضروات والفاكهة شكرا زيئة ببساطة هي تسمع الحالة على فكرة بعد متخلصة تسمعها هي فيك كلمات تعربية مش بتفهمها بتسيب مني التواصل عنوية بترجمها لا بقولها لا تمام احنا ببساطة اللي احنا الحاجات اللي بتأوي المناع دي موجودة في كل الدول العالم زي بعضها اللي هي نعم ربنا الخضار والفاكهة ومنها المنتجات الورقية الخضراء ولو بصينا الحاجات اللي فيها فيتامين سي بنسبة كويسة جدا الجوافة واللمون والنعناع والبرتقان طيب ممكن يكون لشخص مريض حمودة او مريض حرقب معدى في بتالي اللمون والنعناع او ببرتقان بيبع حاجة مؤزية ليه فبساعتها منعود فيتامين سي عن طريق الجوافة وممكن ساعتها نحط اللمون على الصلطة بس الجوافة بدون بزر صح يا دكتر؟ بالزبط كده ففيه حاجات لازم تخش على مدار اليوم اللي لازم اخد جرعة من فيتامين سي طبعية من غير اي ادوية هي من نعم ربنا زي ما قلنا جوافة لمون يعناع ببرتقان وكمان لو جينا شفنا الحاجات اللي فيها مضادات الاكساد اللي هي نعم ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا ممكن نسيبها في الهوة تتأكسد او تسود طب هي دي فايدتها مهمة جدا عشان مضادة سرطانات وكمان بتقوي جهاز المناعة ومضادة فيروسات فببساطة الشخص لازم عشان يقي نفسه من الفيروسات اللي موجودة اي ان كان الفيروس لازم تبقى مناعته كويسة جدا المناعة تبقى كويسة عن طريق المخازم بتاعت الفيتامينز لازم تبقى كويسة ببساطة اللي لازم ادخل فيتامين سي يوميا عن طريق جرعة جوافة او لمون او نعناع او برطقان زي فيتامين دال مهم جدا وده موجود في منتجات الالبان وكمان مهم جدا لمرضى السمنة عشان خاطر يزود معدل الحرق بالنسبة لنا وهم جدا لمرضى التهابات المفاصل والعظام عشان فيتامين دال نقصه بسبب مشكلة من مشاكل المناعة زي ما احنا كنا بنتكلم وكمان مشكلة التهابات المفاصل او الوجع او حتى السمنة المفرطة فبالتالي لازم المريض يحصل على فيتامين سي يوميا ولازم يحصل على جرعة فيتامين دال يوميا ولازم يحصل على المغنيسيام او الزينك ودول موجودين ببساطة في الموز او التفاح او حتى في الخضروات والفاكهة طب احنا الفايدة بالنسبة لنا اللي احنا بنركز على نعم ربنا اخضروا فاكهة عشان هي ديك فيها كل عناصر معدنية اللي انا محتاجها جسمي كفيتاميناك كمضادات اكسادة كمضادات سرطناك كبروتين نباتي كاملاح معدنية مهمة جدا لجهاز المناعة فبالتالي عشان خاطر نحصل على المناعة الطبعية هو ببساطة طبق الصلطة او طبق الفاكهة شكرا يا دكتور شكرا ليه النظام الغذائي اللي نتابعوا اللي تجنب السمنة في رمضان ببساطة اللي انا لازم اخب بالي اللي انا لازم الاكل يساوي الحركة يعني لو انا شفت مريض السمنة هنلاقي الشخص بياكل اكل بس ما يتناسبش مع الحركة طب احنا دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها الحركة بتاعتنا قلت جدا فلازم الاكل برضو يقل عشان خاطر ما يحصلش سمنة طب ببساطة اللي انا لازم ابدأ يومي بطريقة صحية عن طريق اللي احنا بعد الفطار مباشرة هنكسر الصيام بتاعنا بطمر او بعصير او بأي انكان وبعديها بنبدأ بالشربة فبالتالي اللي احنا دخلنا عصير في الاول وبعديها شربة فانا ملت في حدود 50% من حجم المعدة فبالتالي المعدة بدأت تحس بالامتلاء يعني لو انا مريض سمنة سهل جدا لانا ابدأ اكثر صيامي بالصمرت الفكهة او حتى الطمر او حتى العصير الفرش وبعد كده ابدأ بالشربة وبعدها ادخل طبق الصلطة طب الثلاث حاجات دول هاخد في حدود ثلاث تربع حجم المعدة فبالتالي احساس الشراها عندي هيقل قبل حتى ما احصل على البروتين يعني ببساطة لانا اشرب مية اكثر صيامي بالمية اكثر صيامي بالطمر بعد كده اشرب الشربة وبعد كده ابدأ بالصلطة قبل البروتين او قبل النشويات فبالتالي اللي انا عملت بالك في معدتي او حجم كويس فبالتالي جريلن الهرمون المسؤول عن الشراها اللي بيطلع للمخ بيحفزها بيقول كل تاني هو مترجم دوقتي اللي انا نص معدتي او تربع حجم معدتي مليان اكل فبالتالي احساس الشراها بيقل ونصيحة تانية لكل الناس مرضى الجهاز الهضمي او مرضى السمنة يريب بعد ما تكسر صيامك بالطمر والعصير وبعدها تشرب الشربة اقف بس عن الاكل عشر دقايق لو قفت عن الاكل عشر دقايق هتلاقيك اللي انت شبعت مش هتحتاج حتى تبدأ بالبروتين او اي ان كان طب ايه الغلط اللي احنا بنعمله في الفطار اللي احنا بنبدأ بالبروتين او بنبدأ بالنشويات بالضبط فده حاجات تقيلة عشان عندنا كل مثلا لو احنا اخدنا ربع كيلو بروتين ده 225 جرام فبالتالي اتقل كتير قوي من السلطة فبينزل لتحت فبالتالي كل المعدة لسه فضية يعني انا لو هبدأ بالنشويات او بروتين يبقى انا هدخل نفسي اللي انا ربع معدتي هي اللي مليانة بس بدلتالي تربع معدتي فبالتالي لسه معدتي فضية فبالتالي جريلم بيتفرز بصورة اكبر فبالتالي انا عندي شراها اكتر فبالتالي مش هجبع فبالتالي نصيحة لأي شخص ما تبدأش ببروتين ولا تبدأ بالنشويات ابدأ بنعم ربنا اخدر وفاكها ابدأ بالعصير ابدأ بالشربة املى في حدود نصف معدتك ويزبر خمس دقائق وبعدها ابدأ كل عشان خاطر كمية الاكل لازم تقل في وقت الفطار طب احنا بالنسبة ان خلصنا كده واجبة الفطار هناخد السوائل السوائل الدافية او الساعة او المياه ما بين الفطار والسحور ودي عبارة عن انها لازم اشرف في حدود من 8 ل 10 كبايات مياه زاد السوائل الدافية او السوائل الساعة عشان يدخل كمية السوائل على مدار اليوم الكافيني في وقت الصيام فبالتالي ما يحصلش جفاف بالنسبة للشخص وبالنسبة للسيدات اللي بتعاني من تخسقط الشعر او مشاكل في الازافر او حتى في الجلد لازم تدخل كمية المياه وسوائل يوميا بصورة كويسة عشان ما يحصلش جفاف بتاع البشرة وبعدها هنخش على السحور السحور من اهم الحاجات اللازم تبقى موجودة فيه البروتينات والنشويات فبالتالي هي نفس فكرة الفطار نعم ربنا في ناس بتفهم ان الدايت اننا لازم امشي اننا ما اكلش رز ما اكلش مكارونا ما اكلش عايش وهو ده بيبقى صح يعني اتخذ حضرتك انا عارف ان انت ما بتتبعش النظام ده هي الفكرة لا لا الفكرة خطأ تماما احنا لو جينا شفنا عناصر الجسم الجسم محتاجها في الاكل والشرب النشويات تعتبر مصدر طاقة او بنزين بيحرقني زي العربية بالزبط فلو انا ما دخلتش نشويات سواء رز عايش مكارونا بطاطس انا ما فيش بنزين او ما فيش حركة بالنسبة لي بس بالنسبة لنشويات لازم اللي هي تتاخذ مرة واحدة بس في اليوم طبحنا في الايام الطبيعية بنحبزها في الفطار وبنحبها في الفطار عشان تدينا طاقة او بنزين نتحرك بيه طول اليوم بالنسبة لفترة رمضان ممكن ندخلها في السحور او الفطار يعني بمعنى اصح لاما رز وعيش ومكارونا في السحور لاما في الفطار بس ما ينفعش الاتنين مع بعض يعني ببساطة لو انا كلت مع البروتين ومع الخضار بتاعي في الفطار رزة او مكارونا او محشي او ايا كان خلاص يبقى انا صحوري او برعن جبنة او بيد او منتجات قلبان زائد نعم ربنا الخضار وفاكها زائد الماء والعصير بس لو انا ما حصلتش على النشويات في وجبة الفطار سهل جدا لنا دخلها في وجبة الصحور بصورة كويسة جدا ونصيحة لكل شخص لو انت عايز تدخل نشويات دخلها في وجبة الصحور عشان يبقى ستورج او مغزن للطاقة طول فترة الصيام يحميك من الوهن او الضعف معنا مادم شرهام الكاهرة الو ايها ازاي حضтора ازايك شرهام دي اختي ازاي حضار كنت عايزة اسأل حضرتك على حجة هو المفروض أن بعد سن 35 أو بعد 30 عموماً نسبة الحرق بتقل ده لو الفيتامينز قليلة في جسمي ودي سهل جداً أنا أتعرف عليها عن طريق تحليل صورة الدم الكاملة أو الفيتامينات وقلة الحركة طبعاً والهرمونات لو فيها مشكلة أنا عندي ناصف بيتامينز قليلة بس أنا أخذ له عليك طيب أنا هشرح لحضرتك بالتفصيل إيه اللي أنت تعمليه عشان حتى لو معدل الحرق قليل سهل جداً لن نعالجه بصورة بسيطة شكراً لك سؤال جميل جداً ومن الحاجات المهمة جداً بتشغل بالناس كتير اللي أنا معدل الحرق بتاعي أليل أو أنا بأكل أليل بس برضو مش عارف أخص من الحاجات المهمة جداً في معدل الحرق أو متحكمة فيه هي الحركة يعني بمعنى صح لو الشخص الرياضي أو بيعمل حركة في بالتالي هيكل كتير ومش هيدخن ولكن أنا لو حركتي أليلة وأكلي حتى أليل هيحصل ثبات في الوزن أو المشكلة هيبقى معدل الحرق بالنسبة لي ثابت فنصيحة لكل شخص معدل الحرق بتاع أليل ابدأ بالحركة بسيطة حتى لو تمرين البطن أو تمرين الأرداف أو حتى المشي هيتلاقي معدل الحرق في أسبوع زاد بصورة كويسة جداً ومن الحاجات المهمة في زيادة معدل الحرق اللي احنا لازم نتابع لفيتامينات الفيتامينات دي خاصة بيه اللي احنا بنطلب صورة دم الكاملة عشان قطر لو فيه أنيميا لازم تتعالج بنطلب تحليل الماغنيسيوم والزينك والبوتاسيوم والكالسيوم والسوديوم وفيتامين دال حشان ما ننساش يا دكتور أنا عارفة أنه لما بيكون فيه نقص في الزينك حضرتك بتقول أنه بنتناول موزة في اليوم بالظفت موز أو تفاح من الحاجات الغنية جداً بالزينك والبوتاسيوم ودي ممكن نحصل عليها بصورة طبيعية من غير حتى منشتري دواء مالتي فيتامي فبالتالي لأنا حتى لو أنا عندي حجة لمعدل الحرق بتاع أليل سهل جداً عن طريق التحليل البسيطة في أقرب معمل جنبي حاعمل تحليل صور الدم ماغنيسيوم زينك بوتاسيوم فيتامين دي وفيتامين بي لو فيه أي فيتامين من الفيتامينات دي أليل بصورة بسيطة ساعتها بنبدأ مع المريض الأكلات اللي فيها الفيتامين ده ولكن لو الفيتامين نسبته أليلة جداً زي ما بنشوف سيدات كتير جداً الفيتامين ده الواقع أو أليل جداً أقل من عشرة فساعتها بنحتاج اللي احنا ممكن ندي الفيتامين عن طريق الـ IV drip أو المالتي فيتامين عن طريق الوريد ودي حاجة جديدة وصائحة جديدة كويسة جدا موجودة في مركزنا لحنا نشوف الفيتامين اللي ناقص ايه وبنديه عن طريق الوريد عشان يعلى بصورة كويسة او حتى عن طريق الراس فبالتالي ما ينفعش لنا عندي فيتامين واقع او قليل واجه اقول معدل حرق بتاعي قليل فنصيح لأي شخص مريض سنة اعمل تحليل الفيتامينات وده في اي مركز تحليل اعمل الامباضي تحليل الدهون والعضلات والمية في اي صيدلية وافهم النسب بتاعتك ايه ومعدل حرق ايه طب انا عايز ازود معدل حرق يبقى لازم الحركة اليومية لازم اخد الفيتامينات الطبيعية من نعم ربنا اخضره فكهة ولو فيه فيتامين ناقص عن طريق التحليل انا اتعرفت عليه او شفته لازم اتجه لطبيب المختص عشان يكتب لي دوة يزود الفيتامين اللي موجود في جسمي وبالنسبة للسيدات بعد انقطاع الدورة الشهرية بيحصل لغبطة في الهرمونات الانسوية فبالتالي بتحصل مشاكل شوية في معدل الحرق ولكن برضو حلها سهل جدا ان احنا بنعمل التحليل الخاصة بالهرمونات الانسوية ولو فيه مشكلة في الهرمون سبقى نعوضها بالهرمون ريفلسمان سيرابي او الهرمون المعوض لهذا فبالتالي ماينفعش كلمة اللي انا معدل حرق قليل اشوف انا معدل حرق قليل ليه وعالجه او اتجه لطبيب المختص وهو اللي هيدليني عن طريق اللي احنا بنعمل تحليل الهرمونات المعروفة بالهرمونات الانسوية وكمان هرمونات الغوضة الدراقية بشوف الفيتامينات بتاعتي وصورة الدم الكاملة لو في مشكلة لازم نعليجها فورا زائد الحركة والرياضة اليومية شكرا يا دكتور حضرتك برضو في سؤال هسألو الحضر هو الزنك لما بيقل في الجسم بيأثر على الشعر بيأثر على الشعر والأظافر كمان وفي ناس كتير جدا بيحصل عندهم رعشة شوية وبيفتكروا اللي هي فيتامين به ولكن بالتالي بنلاقي اللي هي نقص زنك أو بوتاسيام يعني بمعنى صح الأملاح المعدنية دي ربنا عملها لنا كمصدر للطاقة فبالتالي أي حجم الأملاح دي هتقل هتأثر على جسمي هتأثر على الحيوية هتأثر على عضلاتي هتأثر على الشعر هتأثر على الضوافر وخاصة أي سيدة بتعاني من تساقط الشعر رجاء اعمل تحليل أنيميا تحليل زنك وبوتاسيام الأول قبل ما بتطيع فيه علاج تساقط الشعر عشان ممكن يكون السبب نقص الفيتامين ده فبالتالي أنت لو خدت الفيتامين ده بصورة طبيعية منها وربنا غضر وفاكة أو حتى بدواء هي حقدي إلى تحسن حالة الشعر وحالة الأظافر والوش من غير حتى منحتاج أي طبيب رسي يا دكتور هننتقل لحاجة تانية بقى بلون المعدة في مشاكل أو عوارد في شهر رمضان أن نحن نركب بلون المعدة أثناء شهر رمضان لا بالعكس هو مرضى البلون من أكتر الناس اللي بيحسوا بالشبع فترة رمضان يعني يمكن في مراكزنا أكتر فترة اللي احنا المرضى بتقبل على بلون المعدة هي فترة رمضان الكريم عن طريق اللي أنا المعدة مترجمة اللي البلونة دي أكل فبالتالي أقل واحد هيحس بالجوع هو مريض بلون المعدة طب احنا في الظروف اللي احنا فيها وفيروس كورونا بنتبع برضو أسليب حديثة جدا في مكافحة العدوى عن طريق اللي احنا لازم المنظر بيبقى مضاد فيروسات فبالتالي اللي احنا لازم ما بين كل مريض والتاني بنعاقم المنظير زائد نفس الفكرة اللي المريض لما بيخش غرفة المنظير لازم اللي هو بيبقى لابس الحاجات الخاصة به سواء جلافز أو سواء ماسك أو سواء أوفر شوز عشان ما يعديش نفسه ولا حد يعديه وكمان نطم الناس كلها معنا فيديو المنظر يا دكتور؟ زي ما احنا شايفين اللي المريض بيجي صايم 8 ساعات وبنديله منوم خمس دقائق مش مخدر فبالتالي امان لجميع افراد الاسرة سواء طفل صغير أو شخص كبير والمنظر نفسه بيبقى مضاد فيروسات يعني من قبل فيروس كورونا احنا بنعتمد للأساليب الحديثة اللي هي ما ينفعش تنقل الفيروسات عن طريق المنظر زائد المنظر ما بيبقاش فيه تدخل جراحي أو أي حاجة عشان خطر يجرح أو ينقل عدوى يعني ببساطة المنظر لازم يبقى مضاد فيروسات لازم ياخد التعقيم الدور التعقيم بتاعته اللي هي عبارة من نص ساعة لساعة لربع ما بين كل مريض والتاني وكمان بعد ما انا حتى بخلص المنظر انا كده اطمنت على المعدة لو فيها مشكلة مش هركب البلون بس لو ما فيهش مشكلة انا بركب البلون طب مرضة كتير بتسألنا هل البلون ينفع مع فيروس كورونا الموضوع ما فيهش مشكلة عن طريق اللي احنا البلون نفسه بيجي معقم فما فيهش اي مشكلة او ما فيهش اي يد طالته قبل ما المريض بيستخدمه يعني بمعنى صح دي طلع دي اللي معنى الشيشة بالزبط كده دي طلع من المصنع من اوروبا او من فرانسا معقمة ومقفولة وبتتفتح جوه بطن المريض فبالتالي ما فيهش اي ايد بتلمسها او اي ايد بتلوسها زي ما احنا شايفين اللي احنا كده بلينا ببلونة في حدود نص حجم المعدة فبالتالي المريض بيحس بالشبع هرمون الجريلين اللي بيؤدي الى زيادة الشراها هيقل بنسبة من 50-60% فبالتالي احساس الشراها هيقل بصورة كويسة جدا زي ما احنا شايفين اللي ببلونة ملت في حدود 50% من حجم المعدة فبالتالي البلون امان للمرضى اضغطوا السكر والقلب واتصلوا بالشراييم امان للاطفال فوق 16 سنة ما فيهش اي مشكلة ومن اهم الحاجات واجمل الحاجات اللي في البلون اللي نعمة ربنا نفسها المعدة احنا ما قصناش فيها او ما فيهش جرحة او ما فيهش حتى اي مشكلة يعني بمعنى الصح زي ما احنا شايفين البلون هي مادة طبية ما فيهش اي مشكلة والمادة نفسها بتبقى مضادة فيروسات والمادة نفسها بتبقى معقمة فبالتالي اي شخص عايز يتغلب عشراها في فترة رمضان ركب بلون معدى موضوع سهل وبسيط وما فيهش حتى اي خطورة لان المادة نفسها اللي احنا بنستعملها البلون بتبقى معقمة المنزار نفسه بيبقى مضاد فيروسات المكان نفسه بيبقى مضاد فيروسات فبالتالي فرص انتقال العدوى يمكن تكون شبه معدومة وكمان لازم نخلي بالنا اللي احنا لازم البلونة بيبقى تتبع معاها نظام غذائي فبالتالي اللي انا لازم اللي انا لو حليه مشكلة الشراهة الخاصة بالبلون لازم نخلي بالي اللي انا لازم هامشي على تغيير نمط حياة الشخص كغذاء او دواء زي ما احنا شايفين البلونة سهلة وبسيطة في تركبها يعني المريض بيجي صعيم 8 ساعات بياخد منهم 5 دقائق وبنركب بلون في حدود من 3 ل 5 دقائق فبالتالي اللي الشخص بياخد منهم 5 دقائق بس وبيروح بيته فدي احسن واسهل بكتير من التكليم هايزينك يا دكتور نطلع البلون والكاميرا تيجي عليها عشان نصف اطمئن هي مادة طبية مؤقمة مقفولة اصلا ما ينفعش تفتح ونصيحة لأي مريض لو انت شفت البلونة مش مقفولة كده ما تستعملهاش اصلا فبالتالي اللي دي مادة هي بتيجي اصلا معقمة ما فيش ايد مسكتها المادة دي نفسها للمريض ما بيبقاش فيها حساسية او ما بتعملش التهابات او قرح في المعدة ودي من الانواع الكويسة بتاعت البلون ودي فكرة البلون اللي احنا دي مادة طبية بتستخدم في اصطارة القلب او اصطارة البول وما بتعملش اي تفاعلات معالي تليفون صفية علوه احنا ننشكر للبرنامج ونشكر كانت الصحة وبعمل اني بتجيب ناس كويسة دي لكم كده وما شاء الله يعني بتفهمنا شكرا اني حاببتي ونشكرين للدكتور الدكتور معيتي سؤال اتفضلوا اهلا وسهلا بيك رميلان كريم اهلا انا دلوقتي انا بقالي فترة من ساعة في موضوع كورونا دو من مشاعة موضوع النطرة وانا عمال الف مش لقي شقة اعط فيها اتفصال جي غلط احنا استفسارات طبية سيب رقمك يا موسفية في الكنترول حضرتك عايزين اعرف اعراض دهون الكبد دهون الكبد اه اعراض ايه امتى اللي انا اشك اللي انا عندي دهون في الكبد من اهم الحاجات اللي انا لو مريد سمنة لو مريد عندي تاريخ مرضي والدي او والدتي بيعاني من دهون الكبد لازم برضو اتطمن لو انا بيعاني من الخمول او اللي انا بنام كتير او بنام وانا سايق او بنام وانا قاعد في شغلي لو انا فيه ارق مستمر او فيه ضعف او واهم مستمر ساعتها لازم اشك اللي انا عندي دهون في الكبد فساعتها اللي انا لازم اشخص التشخيص السليم في مركزنا بنتبع اللي احنا لازم نعمل اشعة تلفزيونية على البطن ساعتها احنا بنشوف الكبد دهني والكبد الدهني ده هو عبارة عن بيبقى bright liver او كبد اللونه فاتح عن الكبد الطبيعي وبنتطمن على الكبد عن طريق الاشعة تلفزيونية وكمان لازم نعمل تحليل وظائف الكبد ونسبة صفرة في الجسم عشان نطمن هل دهون الكبد دي عاملة مشكلة وعمل ارتفاع في دهون الكبد ودي بنشوفها في 80% من مرضى اللي عندهم مشاكل في دهون الكبد يعني ببساطة الشخص بيجي بيعاني من دهون الكبد بعمل صنار بلاقي bright liver او كبد دهني بعمل وظائف كبد بلاقيها عالية بصورة كبيرة بس الشعب المصري دكتور كله عنده دهون في الكبد بس لو انا عندي دهون في الكبد مش عاملة مشكلة في تحليل وظائف الكبد ساعتها مفيش مشكلة بس لو عاملة مشكلة في تحليل وظائف الكبد او ارتفاع نسبة صفرة في الدم فبالتالي لازم لنا هبدأ اقلل في وزن يعني ناس كتير قوي بتسألنا ايه علاج دهون الكبد علاج دهون الكبد احنا كاطباء العلاج الوحيد اللي احنا بنستخدمه هو مادة السليمرين ودي موجودة في انواع عدوية كتير قوي وهي مادة منشطة للكبد ولكن مش ده الحل في مرضى كتير جدا خدوا طول حياتهم مادة السليمرين ودهون الكبد مراحتش لازم دهون الكبد دي تتحول لطاقة مرة اخرى عن طريق دهون الكبد لو جينا شفنا الفكرة بتاعتها انا كالت سعرات حرارية او اكلة بيتخزن بعد كده في الكبد على هيئة الدهون الكبد بيكسر الدهون دي تحولها لطاقة في الصيام والمجاعات والرياضة فبالتالي لو انا مفيش صيام او مفيش رياضة فكل يوم براكم دهون على الكبد يوم بعد يوم طب انا لو عايز دهون الكبد دي تتكسر تتحول لطاقة تاني فرصة كويسة جدا في شهر رمضان الكريم لازم نخلي بالنا الاحسن فرصة لمرض دهون الكبد هو فترة شهر رمضان عشان انا بحفز الكبد يحول الدهون دي لطاقة في فترة الصيام ونتخلص منها معنا وليه علو عيوة سلام عليكم عاروك السلام ممكن اكلم بالدكتور لو سمحت اه تفضلي لو سمحت يا دكتور ايه العمل ايه اللي تنسبني وانا عندي على طول التهابات في المعدة انا عامل شايلة المرارة وعلى طول باستمر عند التهابات في المعدة وعمل منظرر قريب فقال لعندك التهابات في المعدة وارتجاح في المريك ايه العملية اللي تنسبنا حضرتك انا مش وزنة انا مش تخينة قوي بس عايز اعمل لأيه عسان عايز اوصل للوزن المتالي يعني وزن حضرتك قد ايه وطولك انا وزني 87 وطولي 170 طيب هرد على استفسار حضرتك المريضة البساطة اللي احنا لازم معنا خميس يا دكتور تمام اتفضل اتفضل يا اساس خميس معي الو 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 ببساطة لو عند حضرتك التهابات في المعدة او ارتجاع في المريك فبالتالي ما ينفعش اللي احنا نركب باللون معده طول ما فيه التهابات او ارتجاع مريك يعني ببساطة اللي احنا لو عالجنا التهابات المعدة و ارتجاع المريك ساعتها لازم نركب باللون معده عشان وزن حضرتك مش كبير ولكن لو الشخص وزنه فوق 100 كيلو ويعاني برضه من التهابات في المعدة او قرح المعدة لازم يعالج معدته قبل ما يعمل اي عملية جراحية يعني ببساطة لو حضرتك هتركب باللون او هتعملي تكميم او هتعملي تحويل مصار لازم نعالج التهابات المعدة وخصوصا في مراكزنا احنا بنعمل منظر معده قبل حتى التركيب باللون زي ما احنا شفنا قبل عملية التكميم قبل عملية تحويل المصار ومرضة كتير جدا بنأجلهم بسعاب يبقى فيه قرح في المعدة بسعاب يبقى فيه التهابات طب انا لو استعجلت وعملت العملية ممكن تؤدي الى تسريب وده من المشاكل المشهورة في عملية التكميم وتحويل المصار ممكن يؤدي الى زيادة رفض الجسم بالنسبة للبالون ومريض يشيل البلون بعد 3 ا4 ايام عشان خاطر اللي فيه التهابات في المعدة او قرح وانا ما خدتش بالي فدي ببساطة بالنسبة لحضرتك لازم تعالجي التهابات وقرح المعدة اولا وتعملي منظار قبل ما تختاري اي نوع من انواع علاج السمنة قبل ما تعملي بلون او تعملي تكميم او حتى تعملي تحويل مصار ناخد فاصل دكتور ونرجع تاني عزيزي المشاهدين فاصل ونرجع تاني رجعنا لك تاني برنامج عشها بسعادة مع دكتور احمد طايا اتفضل يا دكتور نكمل موضوع دهون الكبد والاتصال دهون الكبد زي ما قلنا اللي احنا دهون الكبد لازم اللي احنا انشخصها تشخيص السليم انا بعاني من خمول او ضعفة او وهن او بعاني من اللي انا بنام وانا سايق او بنام وانا في شغلي لازم اللي انا اتجرى طبيب مختص وبيتم عمل اشعة تلفزيونية وبنشوف الكبد سهل جدا اللي هو بيقى كبد دهني ونتطمن عن طريق تحليل وظائف الكبد ونسبة الصفرة في الدم وبعديها لازم العلاج الطبي الخاص بي لازم اللي انا اقلل وزني يعني ببساطة اللي انا بحفز الكبد اللي هو يكسر الدهون اللي موجودة فيه يحاولها لطاقة مرة اخرى ونصيحة لاي شخص بيسمعنا شهر رمضان الكريم من الفرص الجميلة جدا لمرضى الكبد ودهون الكبد لمرضى السمنة عن طريق اللي احنا لازم واحنا في فترة الصيام هنخلي الكبد يحاول الدهون دي لطاقة فبالتالي الشخص هيخسر دهون الكبد هنعالج مشاكل او مضاعفات دهون الكبد اللي هي الخمول او الاحساس بالنعاس الدائم كمان الشخص هيخص في الوزن وبصورة بسيطة من غير حتى ادوية او من غير حتى علاج دوائي حضريك يا دكتور عايزين اتكلمنا عن الادوية اللي بيعلنوا عنها عن خلال التواصل الاجتماعي متروفزيون عايزين نقول ايه مخطر الادوية ديت الناس طبعا اول ما بتسمع ان حد خسه ايه معقولة الشخص ده خس زي كده ده اخد الدواء ده شفته على القناة الفلانية طب هاخده عشان اخذ طبعا بتاخده ومش عارفة ايه مخطرها الادوية ديت علينا عايزك حضريك بقى اتفاهم سيدة المشاهدين ايه مخطر الادوية ديت بس ناخد تليفون معنا حمدي معينا علو علو السلام عليكم عليكم السلام ايه قصة حمدي اتفضل يا دكتور انا والله عندي تقرحات في القولون السلام علي لا يبقى لك لا يبقى لك مش عارفة السهم ولا يعني يسهم ولا لا تقرحات في القولون طب هل دلوقتي فيه مشكلة عند حضرتك نزيف او اسهال لا انا خدت خدت اربع تيام خمس تيام بعد تنزيف دم دم فضية من تحت ده من فترة ده ايه ليه ببقى لها ست ايام يعني ست ايام طيب هو نصيح لحضرتك اللي انت لو جرب اول يوم صيام لو لقيت المشكلة فيها جفاف او حتى اللي انت فيه وهن او ضعف يريد تفتر على طول عشان خاطر ما يعصلش عملية الجفاف احنا بنخاف من تقرحات القولون اللي هي مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للنزيف اللي بينزل من تحت بيؤدي الى الانيميا وبيؤدي الى جفاف الجسم شكرا يا حمدي شكرا لك يا حمدي فبالتالي حضرتك ابدأ فقاول يوم مجرم طب قبل ما نكمل يقولكم يا احمد من القليوبية وبعد ينكمل تفضل الو الو أيوة سيد احمد جماريك عليكم السلام تفضل يسول حضرتك مجرم الو وطي ترفضل دكري مايك اتفضل مع حضرتك ممكن تغطي ترفزوني يا أستاذ أحمد؟ بعد الأكل بينام تاني كده حضراتك بتقول إيه؟ لازم إيه؟ طيب حضرتك ممكن نبدأ بالحاجات الإجراءات البسيطة في التشخيص عن طريق اللي هو بيعمل أشعة تلفزيونية في البطن والحود وبيعمل تحليل وظائف كبد وبنشوفها لو فيها مشكلة ساعتها بنبدأ العلاج الدوائي فورا هنرجع دكتور الاتصال أحمد اللي هو كان بيسأل السؤال الأبلي هنحن كنا نتكلم على الأدوية هو عمل العملية عنده إسهال مستمر وتقرحات حضرتك جرب أو اليوم لو فيه مشكلة للإسهال مستمر أو فيه مشكلة الجفاف أو فيه مشكلة ضعفة أو ضوخة لازم تقيس ضغطك وسكرك ولازم تفطر فورا عشان تدخل السوائل عشان ما يحصلش عملية الجفاف هنرجع بقى لسؤالنا الأدوية الأدوية اللي فيها مادة السوبترامين ناس كتير قوي بتستعمل أدوية اسمها السوبترامين ودي الاسم الدوائي ليها من غير الاسم الدعائي المادة السوبترامين دي بتلعب على كهربة المخ فبتقولي بتؤدي إلى بتقفل إحساس الشراها عن طريق المخ ودي حاجة ممنوعة دوليا يعني بساطة الأدوية اللي فيها مادة السوبترامين أحنا في وزارة الصحة المصرية محظرين منها ومنعينها منظمة الصحة العالمية منظمة الدواء الأمريكية كلنا بنحارب الأدوية دي ليه عشان خاطر الأدوية دي ليها أضرار كتيرة جدا زي ما هي بتقلل الشراها عشان بتلعب على كهربة المخ بتؤدي إلى خلل في المخ بتؤدي إلى مشاكل كتيرة جدا زي الرفرفة في القلب وهبوط في الدورة الدموية وزمالة معنا سرعة الشيش يا دكتور ومشاكل كتيرة أوي زي ما احنا شايفين هتؤدي إلى الأرق هتؤدي إلى عدم النوم والاضطرابات هتؤدي إلى ألم المفاصل والإمساك الشديد والمزمن عسر الهضم وقرحة المعدة والتهابات المعدة نتيجة الأدوية دي ما لهاش أي مصدر من الصحة ضربات القلب بيحصل فيها سرعة وممكن تؤدي إلى زبحة صدرية وممكن تؤدي إلى جلطات لقدر الله والوفاء المشاكل في الدورة الدموية بيحصل هبوط مفاجئ وده من الحاجات اللي احنا شفناها مع مرضى كتير قوي بيستعمله الأدوية دي بدون أي رقابة طبية وكمان ما بتستخدمش عن طريق الأطباء البشريين بتؤدي إلى هبوط في الدورة الدموية فالمريب بييجي يشتكي اللي ممكن تبقى راسه مفتوحة أو اتخبط وقع مرة واحدة في المواصلات أو في الشارع وهو مش عارف السبب إيه السبب من الدواء الخطأ اللي انت بتاخده ارتفاع ضغط الدم وناس كتير مرضى ضغط دم بياخدوا الأدوية دي بيؤدي إلى زيادة ضغط الدم وبيحصل جلطات فورية جفاف الحلق والعطش زيادة انزيمات الكبد ودي من الحاجات الخطرة جدا خصوصا لمرضى السمنة عشان وظيف الكبد بتبقى عالية فبالتالي لو هاخد دواء في مادة السيبوترامين هيؤدي إلى مضاعفة المشاكل في الكبد خل هرمونات الإنسوية سواء الاستروجين والبروجسترون وبيحصل فيهم خلل فبالتالي الدورة الشهرية بيحصل فيها مشكلة وبيحصل تأخر إنجاب والمشاكل في الكلا عن طريق الترسبات والأملاح اللي بتحصل في الكلا فبتؤدي إلى الحصوات وأملاح الكلا وكمان العصبية والاكتئاب وفي حالات كتيرة جدا في أوروبا وأمريكا متسجلة وفاة بسبب الأدوية اللي فيها مادة السيبوترامين يعني النصيحة لأي شخص بيسمعنا قبل ما تاخد الدواء اتطمن وتأكد اللي الدواء ده مرخص وزارة الصحة مصرية اللي الدواء ده متوافع عليه من وزارة الصحة مصرية وعن طريق لأي علب الدواء عندنا بيبقى فيها رقم الترخيص بتاع وزارة الصحة لو الدواء فيه رقم ترخيص وزارة الصحة ومرخص من وزارة الصحة ساعتها خده من تمتطمن ولكن الدواء لو مستورد أو مش مرخص وزارة الصحة أو بيبعف أي صدلية أو عند طبيب من غير ما يكون مرخص ده خطأ تماما عشان كل الأدوية دي بيبقى فيها مادة السوبوترامين اللي بتؤدي إلى مشاكل ومضاعفات كتيرة جدا منكم تؤدي إلى الوفاء فبالتالي الموضوع مهم جدا ولازم كل واحد ياخد باله منه قبل ما تاخد أي دواء لازم تتطمن من مصدر بتاعه المصدر بتاعه ووزارة الصحة المصرية ومنظمة الدواء الأمريكية موافقة عليه مفيش مشكلة ووزارة الصحة المصرية ما تعرفش عنه حاجة فبالتالي هو مضر جدا طب هل الأدوية دي لها النفع الوحيد ديها اللي هي بتقلل إحساس الشراها ولكن عن طريق مخ ودي من الحاجات الخطأة تماما عشان خاطر كده المريض لما بيسيب الأدوية اللي فيها مادة السوبوترامين بيرجع للوزن الزيت تاني مرة أخرى شكرا يا دكتور حضرتك عايزين نعرف الأكلات المسموح بيها المريض القولون والغير مسموح بيها ببساطة مريض القولون لازم نخلي بالنا كويس أوي هل أنا مريق قولون عندي إسهال أو عندي إمساك أو حتى عندي تقلصات أو انتفاقات قولون طب ببساطة اللي احنا لازم نشخص القولون ده عن طريق اللي أنا تحليل براز بسيط عن طريق اللي أنا بعمل تحليل براز للمريض تحليل براز ده بيباين فيه ديدان أو صديد أو عسرة هضمة هل عسرة هضمة ده للنشويات أو لبروتين أو حتى للخضر وفكة كل ده موجود في تحليل براز البسيط فبالتالي أنا لازم أعمل تحليل براز لو في حاجة فيها undigested food أو أكل غير مهضوم بأنبه المريض لها لا أنت لازم تقلل النشويات شوية لازم تقلل البروتين أو اللحمة شوية لازم تمضغ وتهضم الأكل كويس عشان خاطر مشاكل القولون بس اللحنة لازم نخلي بالنا اللي فيه أكلات ممنوعة تماما لمرض القولون خصوصا في شهر رمضان الكريم وهي من أهمها البقليات زي البسلة زي الفاصولية زي أي حاجة بتسبب مشاكل وانتفاخات في المعدة الأكل السبايسي أو الأكل فيه مواد حرائة أو الأكل الحادق برضو بيؤدي إلى زيادة الأحماض بتاعة المعدة ويؤدي إلى مشاكل في القولون وتقالبات في القولون المنتجات الورقية الخضراء أو الخضار وفاكها من غير ما نشيل الإشرة بتاعتها بتعمل مشاكل عند ناس كتير أو أي نوع أكلة بتسبب لي اطراف في معدتي يعني ناس كتيرة ممكن تبقى اللحمة بالنسبة لها مشكلة عشان صعبة الهضم ناس كتيرة ممكن يبقى لعيش الفينو أو منتجات الألبان أو لعيش عندهم مشكلة فبالتالي أنا لو عندي طريق مرضي إلي أنا النوع الأكلة دي أو الحاجة اللي أنا بقولها بتعملي مشاكل فبالتالي لازم أقللها ولكن من الحاجات المهمة اللي احنا لازم نخلي بالنا منها بالقليات تتقل أو تمنع تماما عن طريق اللي احنا لازم نقلل لفول شوية ممكن نعوضه عن طريق البيض أو الجبنة أو منتجات الألبان كمصدر بروتين نباتي لازم نقلل السمنة والزيت والحاجات المقليات دي يا دكتور بدون قطع كلامك فضل لو فيه حد عنده إمساك مستمر ده بيبقى مرتبط بالأكلات اللي بيأكلها؟ ممكن لو هو مريض نشويات أو بيأكل نشويات كتيرة جدا أو بيأكل بروتين زي اللحمة بيؤدي إلى الإمساك المزمن وزي ما قلت لحضرتك اللي احنا لازم عشان حركية القولون لازم للأكل يبقى طريق مهروس فدي لازم نبعد عن الأكلات اللي صعبة الهضم يعني بالنسبة لنا الطيور والأسماك أسهل بكتير جدا في الهضم من اللحوم البني أحسن من دقيق الأبيض في الهضم السكر البني أحسن من السكر الأبيض فبالتالي لازم الشخص اللي أنا دايما بقول شخص جيت براون أو اللي أنت تخش فيه مرحلة أي حاجة سواء الرز يبقى رز بسمتي السكر يبقى سكر بني العيش يبقى دقيق بني ولازم اللي أنا أمضه 15 مضغة في كل أطمة فبالتالي الأكل هيبقى مهضوم فبالتالي الأكل لما ينزل مهضوم هيقعد في معدتي هيتم عملية الهضم فيه بصورة بسيطة هينزل في القولون بصورة بسيطة يعني بمعنى أصح أنا لو أنا بستعجل في أكلي وشوربي لو أنا ببعودش على ترابيسة الأكل لازم اللي أنا أحترم الأكل بتاعي عن طريق اللي أنا أمضه في كل أطمة 15 مضغة لازم الأكل يبقى طريق مهروس لو أنا مريد قولون أو مريد إمساك لازم أخلي بالي الأكل كل ما هو يبقى سيميليكود أو سايل كل ما هو هيبقى سهل في حركة القولون ومش هيعمل لي انتفاخات أو هيعمل لي أي مشاكل في القولون مرسي دكتور هلواء الوقت عدد بسرعة شكرا نورتنا ببرنامج عشها بسعادة وإن شاء الله توعدنا بزيارة تانية عزيزي المشاهدين يا رب أكون على ساعتكم منتظروني في الحلقة اللي جاية مع ضيف جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته